سنتكلم اليوم عن العوامل المؤثرة على ساعة المكثف المكثف ذو اللوحين تعتمد ساعة المكثف على مساحة اللوحين والمسافة بينهم ولا تعتمد على الشحنة وفرق الجهد وتكون الساعة عدد موجب وزيادة الساعة تزداد الشحنة اللازمة لتحقيق فرق هذا الجهد نجد أن هناك عوامل تعمل على زيادة الساعة مثل زيادة المساحة أو نقص المسافة أو وضع مادة عازلة وهناك أيضاً عوامل تقلل من ساعة المكثف هي زيادة المسافة أو نقص المساحة أو نزع المادة العازلة وتعتمد أو تتناسب المسافة تناسب عكسي مع الاسي وتتناسب المساحة تناسب طردي مع الاسعة وجود مادة عازلة أيضاً يعمل على زيادة الاسعة طيب نتعرض لبعض الأسئلة التي تكون في هذا المجال السؤال الأول المساحة تزداد إلى الضعف ماذا يمكن فعله حتى تعود الساعة كما هي عند زيادة المساحة عندما تقل المساحة للنصف تقل الساعة للنصف عندما تزداد المساحة للضعف تزداد الساعة للضعف لأن علاقة ترضي طيب هنا في السؤال قلل المساحة للنصف فتقل الساعة للنصف حتى تعود الساعة كما هي لابد من تقليل المسافة أو زيادة المسافة طيب العلاقة بين المسافة والساعة علاقة عكسية فحتى تزداد الساعة لابد من نقص المسافة يبقى عندما تقل المساحة للنصف تقل الساعة أيضا للنصف وعندما تقل المسافة للنصف تزداد إلى الضعف فبالتالي تعود الساعة كما هي لا تتأثر طيب في مثل هذه الأمثلة لابد من النظر إذا كان المكثف متصل أو منفصل فإذا كان المكثف متصل ببطارية فيكون الجهد سابت واليو بتساوي نصف سي في تربية إذا كان المكثف منفصل عن البطارية بيكون اللي ثابت الشحنة ثابتة واليو بتساوي كيو على تنين سي كيو تربيع على تنين سي يبقى الاختلاف في حالة المتصل إذا كان متصل الجهد ثابت واليو قانون اليو بيتغيى إذا كان منفصل الشحنة ثابتة وقانون اليو اللي هو كيو تربيع على تنين سي لو الطاق طيب زيادة المسافة ماذا يحدث لفرق الجهد أن فرق الجهد ثابت لا يتغير لأنه متصل ببطارية طيب السي هيحصل يا أستاذي العلاقة عكسية فبالتالي السي تقل الفي الفي ثابت والكيو بما أن الساعة قلت فلابد أن تقل الكيو طيب الساعة قلت لابد أن تقل اليو هنا الدي قلت أو زادت الدي زادت إلى الضعف وفرق الجهد ثابت فبالتالي الدي تقل إلى النصف أو حسب العامل المؤثر فيه يبقى ثاني يا أستاذ تزداد المسافة فتقل الساعة وعند نقص الساعة تقل الكيو لأن فرق الجهد ثابت عند نقص الساعة تقل اليو لأن فرق الجهد ثابت عند فرق الجهد ثابت فتزداد الدي فيقل المجال أما إذا كان المنفصل المكثف منفصل وتم زيادة المسافة فعند من اللي ثابت نعم ممتاز هي الكيو الشحنة تكون ثابتة طيب السي ها تقل عندما تقل السي عندما تقل السي والشحنة ثابتة الفي تزداد عندما تقل السي والشحنة ثابتة اليو تزداد عندما تقل الدي زيادة الدي أو نقص الدي حسب الشكل بنقول هنا طبعا ايه زيادة الدي إما الدي زادت ايه لا تتغير يبقى دي بالنسبة للعوامل المؤثرة في إذا كان المكثف متصل أو منفصل في زيادة الدي طيب إذا كان المكثف متصل أو منفصل في ها زيادة الامين ال ايه اللي هو المتغير اللي هو نقص ال ايه إذا قلت ال ايه فتقل الساعة إذا قلت ال ايه طيب هو متصل نعم فرق الجهد ثابت يبقى تقل الساعة طيب فرق الجهد ثابت يبقى تقل الكيو فرق الجهد ثابت يبقى تقل مين ال ايه الطاقة طيب المجال المجال ما له عند الدي ثابت وفرق الجهد ثابت فبالتالي ال ايه لا تتغير أما إذا كان المكثف منفصل فزيادة نقص نقص ال ايه تقل ايه السي نعم الشحنة ثابتة لأنه منفصل عن البطارية يبقى الفرق بين متصل ومنفصل كلمتين الثابت في المتصل فرق الجهد وقانون الطاقة والمنفصل فالشحنة ثابتة وأيضا قانون ايه الطاقة إذا قلت المساحة تقل السعة وإذا قلت السعة والشحنة ثابتة يزداد الجهد وتزداد الطاقة طيب هنا الدي ثابت نعم الدي ثابت ولكن عندي ايه يا أستاذ قال زادت الفي فبالتالي يزداد الايه الايه دي بالنسبة للحركة الجميلة لمعرفة الايه العامل المؤثر اللي هو الثابت أو من الطاقة قانون الطاقة اللي ايه هستخدمه مثال آخر اللي هو نزع وضع مادة ايه عازلة أو نزعها يبقى نزع مادة عازلة السي تقل من اللي ثابت نعم الفرق الجهد اللي انه متصل عندما تقل السي الابسلون تقل السي عندما تقل السي وفرق الجهد ثابت تقل الكيو وتقل اليو طب والمجال يا أستاذ أنا عندي المجال إذا كان الدي ثابت والفي ثابت فالي تكون ايه ثابت أما إذا كان المكثف منفصل نعم برافع عليك الشحنة ثابتة وقانون الطاقة اللي هو اليو كيو تربع على اتنين سي المتاز المتغير هو نزع المادة عازلة فالسي تقل وبالتالي الشحنة ثابتة فالفي تزداد واليو أيضا تزداد الفي زادت والدي ثابت يبقى شدة المجال تزداد يبقى دي بالنسبة للعوامل التي الثلاث وزيادة الآي زيادة الآي أو نزع مادة عزلة أو وضع مادة عزلة بنفس الطريقة بقدر أوصل لأي عامل من العوامل الأخرى وبكده يكون انتهينا من العوامل المؤثرة بأفكارها أو نشوف بتيجي زي في الامتحان عندي هنا سؤال الاختبار بقول لي إذا قللت المسافة بين لوحي المكثف طيب أشوفه متصل ولا منفصل إذا تم اتصاله وإزالته بالبطارية بإذن هو منفصل يبقى استخدم نعم الشحنة ثابتة بربع عليك واليو بتسوي كيو تربيع على تنين سي طب هو قال لي إيه قال لي زي نقص المسافة نقص المسافة الشحنة ثابتة والسعة تزداد وفرق الجهد يقل واليو تقل والمجال يكون ثابت لأن الدي قلت والفي قلت فبالتالي المجال يكون ثابت هنا عندي تنخفض المسافة بين لوحي المكثف بمقدار الضعف بنقول لو أنا عندي أستاذ هنا تنخفض بمقدار النصف وتتضاعف المساح يبقى المسافة قلت إلى النصف يبقى السي هتزيد للضعف بمتاز طب المساحة زادت للضعف أيضا السي تزداد كمان للضعف اتنين في اتنين فتزداد لأربع أضعف طبعا في سؤال أربعة أربعة نجد أن المكثف الأعلى وأكبر شحنة اللي هو الأكبر مساحة والأقل لمسافة اللي هو الـ هنا السؤال بيقول يا أستاذ تتضاعف المسافة بين اللوحين زيادة المسافة فتقل للسي طبعا ممتاز ومتصل ببطارية يعني فرق الجهد ثابت والسعة تقل وبالتالي عندي طبعا فرق الجهد ثابت الشحنة تقل والطاقة تقل فرق الجهد زيادة الـ وفرق الجهد ثابت فلابد أن يحدث نقص لشدة المجال يبقى ينخفض المجال إلى النصف فكرة ممتازة فكرة الأسهم عشان تقدر تشوف أي عامل من هذه العوامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته